المزمور الحادي والسبعون بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الدهر بعدلك نجني وانقزني امل الي اذنك وخلصني كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني يا الهي نجني من يد الشرير من كف فاعل الشر والظالم لانك انت رجائي يا سيد الرب متكلي منذ صبايا عليك استنت من البطن وانت مخرجي من احشاء امي بك تسبيحي دائما صرتك اية لكثيرين اما انت فملجأ القوي يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك لا ترفضني في زمن الشيخوخة لا تتركني عند فناء قوتي لان اعدائي تقاولوا علي والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين ان الله قد تركه الحقوه وامسكوه لانه لا منقذا له يا الله لا تبعد عني يا الهي الى معونتي اسرع ليخزى ويفنى مخاصم نفسي ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا اما انا فارجو دائما وازيد على كل تسبيحك فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك لاني لا اعرف لها اعدادا اتي بجبروت السيد الرب اذكر برك وحدك اللهم قد علمتني منذ صبايا والى الان اخبر بعجائبك وايضا الى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى اخبر بذراعك الجيل المقبلة وبقوتك كل آت وبرك الى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم يا الله من مثلك انت الذي اريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا ومن اعماق الارض تعود فتصعدنا تزيد عظمتي وترجع فتعزيني فانا ايضا احمدك برباب حقك يا الهي ارنم لك بالعود يا قدوس اسرائيل تبتهج شفتايا اذ ارنم لك ونفس التي فديتها ولسان ايضا اليوم كله يلهج ببرك لانه قد خزي لانه قد خجل الملتمسون لي شرا المزمور الثاني والسبعون لسليمان اللهم اللهم اعطي احكامك للملك وبرك لابن الملك يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق تحمل الجبال سلاما للشعب والاكام بالبر يقضي لمساكين الشعب يخلص بني البائسين ويسحق الظالم يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور فدور ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوس الذارفة على الارض يشرق في ايامه الصديق وكثرة السلام الى ان يضمحل القمر ويملك من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاص الارض امامه تجسو اهل البرية واعداؤه يلحسون الطراب ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة ملوك شبى وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك كل الامم تتعبد له لانه ينجي الفقير المستغيث والمسكين اذ لا معينا له يشفق على المسكين والبائس ويخلص انفس الفقراء من الظوم والخطف يفدي انفسهم ويكرم دمهم في عينيه ويعيش ويعطيه من ذهب الشبى ويصل لاجله دائما اليوم كله يباركه تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده ومبارك اسم مجده إلى الدهر ولتمتلئ الأرض كلها من مجده آمين ثم آمين تمت صلوات داود بن يسا المزمور الثالث والسبعون مزمور لآساف إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب أما أنا فكادت تزل قدماي لو لقليل لزلقت خطواتي لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون لذلك تقلد الكبرياء لبس كثوب ظلمهم جحضت عيونهم من الشحم جاوزوا تصورات القلب يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمش في الأرض لذلك يرجعوا شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة هو ذا هؤلاء هم الأشرار ومسترحين إلى الدهر يكسرون ثروة حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم حقا في مزالق جعلتهم أسقطهم إلى البوار كيف صاروا للخراب بغتة واند محلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التيقض يا رب عند التيقض تحتقر خيالهم لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي وأنا بليد ولا أعرف صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض قد ثني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيب الله إلى الدهر لأنه هو ذا البعداء عنك يبيدون تهلك كل من يزني عنك أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي جعلت بالسيد الرب ملجأي لأخبر بكل سنائعك المزمور الرابع والسبعون قصيدة لآساف لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك ذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها صبت ميراثك جبل سهيون هذا الذي سكنت فيه رفع خطواتك إلى الخرب الأبدية الكل قد حطم العدو في المقدس قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك جعلوا آياتهم آيات يبانوا كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون أطلقوا النار في مقدسكا دنس للأرض مسكنا اسمكا قالوا في قلوبهم لنفنينهم معا أحرقوا كل معاهد الله في الأرض آياتنا لا نرى لا نبي بعد ولا بيننا من يعرف حتى متى حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية لماذا ترد يدك ويمينك أخرجها من وسط حدنك أفني والله ملك منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الأرض أنت شققت البحر بقوتك كسرت رؤوس التنانين على المياه أنت رضدت رؤوس لوايثان جعلته طعاما للشعب لأهل البرية أنت فجرت عينا وسيلا أنت يبست أنهارا دائمة الجريان لك النهار ولك أيضا الليل أنت هيأت النور والشمس أنت نصبت كل تخوم الأرض الصيف والشتاء أنت خلقتهما أذكر هذا أن العدو قد عير الرب وشعبا جاهلا قد أهان اسمك لا تسلم للوحش نفس يمامتك قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد أنظر إلى العهد لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم لا يرجعن المنسحق خازيا الفقير والبائس ليسبحا اسمك قم يا الله أقم دعواك اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله لا تنسى صوت أضادك ضجيج مقاوميك الصاعدة دائما المزمور الخامس والسبعون لإمام المغنين على لا تهلك مزمور لآساف تسبيحة نحمدك يا الله نحمدك واسمك قريب يحدثون بعجائبك لأني أعين ميعادا أنا بالمستقيمات أقضي ذابت الأرض وكل سكانها أنا وزنت أعمدتها قلت للمفتخرين لا تفتخروا وللأشرار لا ترفعوا قرنا لا ترفعوا إلى العلا قرنكم لا تتكلموا بعنق متصلب لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال ولكن الله هو القاضي هذا يضعه وهذا يرفعه لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة ملآنة شرابا ممزوجا وهو يسكب منها لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار العرض أما أنا فأخبروا إلى الدهر أرنموا لإله يعقوب وكل قرون الأشرار أعضب قرون الصديق تنتصب أمثال سليمان الفصل الخامس عشر الجواب اللين يرد الصخط والكلام الموجع يثير الغضب ألسنة الحكماء تحسن المعرفة وأفواه الأغبياء تفيد حماقة عينا الرب في كل مكان ترقبان الطالحين والصالحين هدوء اللسان شجرة حياة وعوجاجه سحق في الروح الأحمق يستهين بتأديب أبيه أما مراعي التوبيخ فيفطن في بيت الصديق كنز عظيم وفي دخل الأشرار كدر شفاه الحكماء تنسر معرفة أما قلوب الأغبياء فليست كذلك ذبيحة الأشرار رجس عند الرب وصلاة المستقيمين مرضاته طريق الأشرار رجس عند الرب ولكنه يحب تابع البر التأديب التأديب القاسي لتارك السبيل ومبغض التوبيخ يموت الهاوية والهلاك أمام الرب فكم بالحري قلوب بني البشر المستهزئ لا يحب أن يوبخ وإلى الحكماء لا يذهب القلب الفرح يعطي الوجه طلاقة وبحزن القلب ينسحق الروح قلب الفهيم يطلب معرفة وأفواه الأغبياء ترعى حماقة كل أيام البائس شقية أما طيب القلب فوليمة دائمة القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع الطراب أكلة من البقول مع المحبة خير من ثور مسمن ومعه بغضة الإنسان الغضوب يثير النزاع وبطيء الغضب يسكن الخصام طريق الكسلان كسياج من أشواك وسبيل المستقيمين ممهد الإبن الحكيم يسر أباه والإنسان الغبي يحتقر أمه الحماقة فرح لناقس العقل أما ذو الفتنة فيستقيم في مسلكه مقاصد بغير مشورة تبطل وبكسرة المشيرين تقوم يسر الإنسان بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها للعاقل سبيل الحياة إلى فوق لكي يحيد عن الهاوية من تحت الرب يقتلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة أفكار الشرير رجس عند الرب وأقوال الأطهار مرضية لديه من يربح كثبا شريرا يكدر بيته ومن يكره الرشا يحيا طلب الصديق يتفكر في الجواب وأفواه الأشرار تفيد شرورا الرب بعيد من الأشرار ولكنه يسمع صلاة الصديقين نور العينين يفرح القلب والخبر الطيب يسمن العظام الأذن التي تسمع توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء من يهمل التأديب يحتقر نفسه ومن يسمع التوبيخ يقتني فهما مخافة الرب تأديب حكمة وقبل الكرامة التواضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر